أذى ورفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسماء آيات التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وللحكومة الرشيدة بمناسبة تحقيق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قائد الفريق الملكي حقق إنجازا غير مسبوق على مستوى فئة الكبار باحتلال سموه المركز الثالث بفئة الفرد بسباق بطولة العالم للقدرة والذي أقيم بمدينة سامورينا سلوفاكية واحتلال المركز الأول على مستوى الفرسان العرب وقال سموه إن تحقيق الفريق الملكي هذه النتيجة المميزة في بطولة العالم التي صدفتها سلوفاكية تأتي ثمرة للرعاية والدعم الملكي السامي مندني سيد عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لرياضة الفروسية وسبقة القدرة البحرينية والذي كان له الفضل في التأكيد على الحضور البحريني القوي بجميع المشاركات في سبقة القدرة العالمية وضاف سموه أن إنجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يضاف لسجل سموه الرياضي الحافل بالنتائج المشارفة والتي حققها بمختلف المشاركات والمحفل الدولي على سعيد رياضة الفروسية وسبقة القدرة فسموه عودنا دائما على الظهور المشارف وتحقيق مثل هذه النتائج التي تعزز من موقع مملكة البحرين على خريطة العالمية في هذه الرياضة مشهدا سموه بالجهود المتميزة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد في سبيل الارتقاء بهذه الرياضة والتي ساهمت في تحقيق فرسان وفارسات القدرة البحرينية للظهور المشارف والإنجازات بمختلف المطالات الدولية وقد هنأ سموه عضاء الفريق الملكي للقدرة بتحقيق هذه النتيجة المشارفة مشهدا سموه بالمستوى الذي قدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد في هذه المشاركة والذي نجح من خلاله في تفوق على العديد من فرسان الفرق القوية المشاركة وستطاع بكل جدارة واستحقا من تحقيق هذا المركز هذا وقد شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة منافسات السباق حيث أزر وشجع سموه فرسان الفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من أجل مضاعفة الجهود لتحقيق هذه النتيجة المشارفة ترجمة نانسي قنقر